خلينا نبدأ من العنوان الرئيسي ومنه ننزل لكل التفاصيل الحياتية لتهم المواطن اللي نفرج على هذا الحوار هذه الأيام في الحوار الوطني دعا لي السيد الرئيسي العام الماضي وابتلت جلساته لأسبوع الماضي على مدار 3 يام في الأسبوع محور سياسي اقتصادي مجتمعي نعم أولا عشان أول مرة أكلم حالك في الموضوع عايز أسمع رأيك بصفة عامة كانت باع كده عن الحوار الوطني أهميته وهل أنت من المتفائلين بمخرجات وتوصيات هذا الحوار ولا مع البعض اللي بيقول نخشى أنه يبقى كلام في كلام طبعا أنا من المتفائلين جدا بأي حوار أنا شغل في البرلمان بقالي دي السنة التامنة رغم مشقة الجلسات البرلمانات هي أماكن بتمارس فيها الرقابة من خلال الممارسة الحوارية صحيح واخذ باك بتحقق مع موظف بتتكلم بتجي مسؤول بتسأله فهو الممارسة دي مش فعل على الأرض ولكن هو عصف ذهني دراسة أوراق استماع إلى رأي ورأي آخر طبعا أي حوار لا يوجد حوار لا يؤتي بثمار لا يوجد حوار لا يؤتي بثمار ها لازم طالما في حوار هي المشكلة الحوار يبقى فيه إيه فيه صدام منسمعش بعض هنا يبقى مخرجاته سيئة أنا الحقيقة الحمد لله يعني ما عنديش منصب يعني إداري جوه الحوار الوطني أشفقوا علي الظاهر في الـ فبقوا مأبا رحت الحوار ده فين؟ رحته طبعا في محور المحليات أولا رحته ممثلا ومتحدثا باسم حزب مستقبل وطن لعرض رؤية حزب مستقبل وطن الذي أشرف بالانتماء إليه فهذه الجلسة في المحور السياسي الخاص بالمحليات انت عارف محور السياسي فيه جزء خاص بالأحزاب وجزء خاص بالمحليات وكنت حريص على أن يعني إيه قال يتم جافبي بصفتي بقى رئيس سجل الدر محالية ولكن طبعا حرصي ده طلع يعني ما كانش يعني إيه شيخقب بيه لأنه هم دخلوني في بعض الجمفيت معنا فكر لا مفيد طبعا مفيد أنا استفدت وأعتقد أنه هم كان هو النقطة اللي هنا بعد عدد من الجلسات وشفنا جلسات علنية وشفنا بعض الكلمات وسمعنا ملفات كتير هل تعتقد أن هذه البدايات مبشرة لنهايات تخرج توصيات فعلا ممكن تعيد ترتيب أولوات الوطن نعم نعم أولا مدوانة السلوك الخاصة بالحضور عاملين نظام الحياة بحي الدكتور ديارة شوان ومستشار محمود فوزي وغير الأمانة الفنية عاملين سيستم محترم في مدة الكلمات في تنوع الكلمات ثانيا من المشاركين لقيت قطاع كبير جدا وزراء سابقين محافظين سابقين أصحاب فكر أصحاب رأي خبرة أستيزة جامعات ممثلين عن كل الأحزاب موجودين فالتنوع ده أنا من الناس اللي بحب الحاجات دي كويس أين البرلمان القانون موجود عند فلان الفلاني وبالاسم فيعني البعض بدي أدقي شخصا المسألة كأن أنا المخبر قانون والبعض اتكلم بشكل مؤسسي وهنا يمكن أنا يعني قعدت أستمع أستمع لغاية ما كونت فكرة وبعدين قرت استحالة كون أنا موجود هنا وأغض البصر عن توضيح بعض الأمور حين ما فيش حاجة مخبينها أنا بس بفكركم ببعض الأمور لأنها ترتب عليكم مسئولية القانون قانون الإدارة المحلية حكومة في المجلس السابق في الفصل التشريعي من ثمان سنين أحالة قانون الإدارة المحلية لبالما أصبور الأحزاب وبعض الأفراد وقوة سياسية وكتنا واحد منهم أعدوا عدد من مشروعات القوانين بلغت خمس قوانين اللجنة بقى النوعية المختصة نقشة الكلام ده نقشته في إيه في وع في سبعين جلسة رسمية من جلساتكو دي يعني أنت تعودوا حضارك نفس طبيعة الجلسة اللي احنا عادنا دي تعود مش جلسة ولا اتنين حضارك تخيل الجلسة اللي احنا عادنا دي تعود تعد بقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سنة لغاية ما توصل لسبعين مين اللي حضارها كل الموجودين هنا تقريبا بنسبة تسعين سمية كانوا حضور ويتكلموا أكدوا على كلام اللي هو رفعة قنصان المحافظ رضا فرحات المحافظ محمد عبد الزاق يعني عدد كبير قعدنا سنتين ونص بنعمل الكلام ده فبالتبعية بقى عندنا مادة علمية محترمة جدا اسمها مشروع قانون الإدارة المحلية في الفصل التشريع الاول في السنة الاخيرة نزل القانون ده في ناقش في الجلسة العامة يبقى هنا لا الحكومة اثرت ولا اللجنة النوعية اثرت ولا قيادات البرلمان في المجلس السابق اثرت